صحيح أن هيئة التنصيق النقبية ربحت معركة سلسلة الرتب والرواتب لكنها ربحت معركة ولم تربح الحرب بعد فالسلسلة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسة في 21 أذار الماضي لم تحل بعد إلى مجلس النواب بعد قرابة شهر على قرار الحكومة وزارة المال تدافع عن نفسها بالقول أن السلسلة التي تحتاج إلى إعادة الصياغة وإعداد نسخها النهائية رسميا لم تصل إلى دوائر المالية إلا في الحادي عشر من الجاري أي بعد 21 يوما من قرار مجلس الوزراء نحن بناء على هذه المذكرة أخذنا قرار أن نحن نحول نرجع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء نحن نحول لهم سلسلة رتب ورواتب بشكل مغلوط مثل ما هي نحن لأن المعلومات التي أجت ليس كافية الوزارة تتوقع إحالة النسخة النهائية إلى رئاسة الحكومة منتصف الأسبوع المقبل فهل ستحيل رئاسة الحكومة الملف هذه المرة إلى مجلس النواب أم إنه سينام مجددا في الأدراج إلى حين تشكيل حكومة جديدة لتعود الأمور إلى نقطة الصفر حتى ذلك الحين لا تدير هيئة التنصيق النقابية ظهرها وكأن شيئا لم يكن الاتصالات والمشاورات مستمرة وإذا لم تسلك السلسلة مسارها الصحيح الأسبوع المقبل مجددا إلى الشارع فمن كانت له جولات لن تهزمه جولة أخيرة